عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد أيت الطالب بالرباط اجتماعا مع الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعمة ميارة وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي وذلك في إطار المناقشة والتبادل مع مختلف المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة نصبح اليوم الزمن في إطار المقاربة التشاركية أن نعمل اليد اللي بدلين عن خيارات الكلي والفعلي للجميع الفئات وجميع المعنيين باش هذا المشروع هذا الإصلاح اللي غادي عم بالخير وغيري خلق طورة كبيرة وقال يقطع مال ماضي فكله امتيازات للمواطنين وحتى المهنيين للصحة باش يمكن يكون لا غبار عليه ولا جدالة في الأرض الواقع اللقاء شكل فرصة مهمة لإبراز واستعراض الدعامات الأساسية لمشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الثالث عشر من يوليوز الفين واثنين وعشرين برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يروم الاعتماد على الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاتها وأيضا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطنية هو كذلك عمل تطوري للمنظومة الصحية المغربية ونعتقد بين الاتحاد العام الشغالي المغرب وفي إطار هذه المبادرة التي بدأها السيد وزير الصحة والحماية الشيماعية سيكون منخريطا في الإنزال الحقيقي لهذا المشروع الكبير والذي بواسطتها أولا سيتم تحديث المنظومة الصحية المغربية وتقريب خدمات كذلك من مواطنات والمواطنين وكذلك هو تكملة للمشروع الملكي الكبير للحماية الشيماعية ويعتبر هذا اللقاء بالنسبة للطرفين خطوة تشاورية نوعية نهجها وزير الصحة والحماية الاجتماعية في هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي عبر زيارة المركزيات النقابية الممثلة في القطاع من أجل التشاور حول التوجهات الأساسية لمشروع قانون الإطار وإشراكها في القرارات ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية